السلام عليكم كيف نتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي وعلن بك في ملعدة عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الاقتراح اللي غد نشارك معكم اليوم ودي تكون مرة أخرى كيكا ببيضة واحدة مكونات جد اقتصادية سهلة في تحضير غد نحضروا كيكا الموز والكراميل لعشاق الكراميل هاد الكيكا خطي اللي متشبعوشي منا فكنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر انا اكيد غد اتنال الاعجاب ديلكم والاستحسان ديلكم دبما نزيتش نطول عليكم اكتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيفما العادة فرجة منطعة بسم الله على بركة الله فأول حاجة كنبدو بها كنحضروا القالب او للمول اللي غد نستعملوا فيه الكيك دينا انا اخترت هاد المول العجيب للقطر دياله 26 سنتيمتر دهنته بكمية من الزبدة وغد نرشه رشه خفيفة من الدقيق وغد نتركه جانبا عاد غد ندوز دبا نحضر الكيك ديالي غد نحتاش في الكيك حبة واحدة من البيض يستحصل البيض ياني يكون بدرجة حرارة المطبخ غد نضيف عليها كأس الا ربع من السكر الخشين اي سكر سنده ما يعادل 150 جرام وغد نستعمل الكيك ديالي عندي هنا يا نكهات الموز غد نضيف لنا فقط واحد رأس ملعقة صغيرة فبالنسبا هاد النكهة ديال الموز ماشي ضروري يا خوتي اذا ما كنتوش يمتوفرين عليها غدي تستبدلوها او لا غدي تعاوضوها بالسكر الفانيليا او لا الفانيليا السائلة فحل فحل او لا غدي تضيفوا بشر برتقالة غدي تاخدوا واحد برتقالة تبشروا لا اي تحكوا لا فقط ديك القشر البرتقالي دياله واضفوهن الكيك ديالكم صافي وغد نستمر في التحرك من بعد غد نضيف عندي هنا يا كأس الا ربع من الزيت نباتية ما يعادل 120 ميليلتر عندي هنا يا كأس غير مملوء من عصير البرتقال ما يعادل 180 ميليلتر بالنسبا هاد الكأس ديال البرتقال تقدروا تستبدلوه بكأس غير مملوء من الحليب 180 ميليلتر او لا تستبدلوه بعلبة زبادي بنكهة الموز اي ضنون او لا يغورت بنكهة البانن فلكم الاختيار ده بغد نضيف النواشف جيفت واح المصفات وغد نضيف فيها الكأس الاول من الدقيق كل كأس غد نضيف كيوزن 100 جرام كذلك ضفت كيس من خميرة ديال الحلويات ووزن 15 جرام وهناي عندي قبصة ديال الملح اللي كنت نسيت ما ضفتها شيف الاول لتعديل الضوك غد نضيف الكأس تاني من الدقيق حتى هو كيوزن 100 جرام سوف نضيف النواشف ديالي للخليط مع التحريك على هات الشكل فبالنسبة النواشف اختيف جميع الكيكات ضروري من نخلوهم اين غربلو النواشف ديالنا تقدرو تغربلوهم جانبا من بعد تبقى وضيفوهم من الخليط ديالكم فهنايا غد نزيد نصف كأس من الدقيق يعني انا في المجموع استعملت 250 جرام من الدقيق الابيض ما يعادل جج ديال كيسان ونصف من كأس ديال العنبا سوف نضيف القوام ديال الخليط ديال كيك اللي كان حصل عليه بالنسبة الاخوات المبتدئات اللي يعني عندهم مشكل دائما في الكيك وكيكون دائما اخوتي اما الدقيق عندكم ناقص او لا الخليط ديالكم تقل بزاف فباش تعرفوا بان الخليط ديالكم هو هادك غدي تعلي ويدكم للاعلى غدي هود واحد الخط اما متساوي ديال العجين او لك ترسمو رقم 8 يخصو يبقى باين على سطح الخليط حتى ترسموه كامل عاد كيختافي سفي دفا من بعد مساديت جبت القالب ديالي اللي كنت حضرت من قبل فرقت فيه الخليط ديال الكيك ديالي وقد ندخله في الوسط ديال الفرن الفرن ديالي بارد ما شعلته شي من قبل يسخن حتى كندخل الكيك ديالي في الوسط ديال الفرن كنشعل النار فقط من الاسفل درجة الحرارة 180 درجة كنت ترك الكيك ديالي من 30 تن 35 دقيقة ما كنحل شي على الفرن من بعد كنحل الفرن وكنجرب الكيك ديالي اذا كنطايب فكنزيد نشعله النار من الاعلى غير باش يتحمر اما اذا كان بقي ماشي طيب كتزيدو تخليوه واحد خمس دقائق اخرى عاد كتزيدو تشعلو النار من الاعلى تمك من بعد ما خرجت الكيك ديالي ضروري نخليو الكيك حتى تبرد اخوتي عاد نحيدوها من القالب دياله انا هنا يقلبتو هي بقى صخونة فهنتم ما كتشهدو معايا لتصق لي واحد شويش في القالب فضروري اخوتي خليو الكيك ديالكم حتى تبرد باش كتشب الراسة ما كتكون شي شيش بزر عاد نحيدوها من القالب دياله وبالنسبة القالب هاد المول العاجب فماشي ضروري تستعملو احتنتو من المول العاجب تقدروا تستعملو غير المول دائري عادي وغادي تعملو الطبقة يعني بنفس الطريقة غادي تعملوهم عالقالب العادي هناخديت كمية من النباج وهذا اختياري فقط للتزيين ودهنت الكيك ديالي للحشيات دياله او للحواف دياله كاملة بديك النباج لتقدروا تعوضوها اي تستبلوها بالمربا اما ديال المشمش او لاي مربا كيباش يلتسقن عليها هاد الرقائق ديال اللوز هادا فقط كيف ما قدكم للتزيين فانا يا عندي شوش ديال الرقائق ديال اللوز اي اللوز ايفلي اللي حمرتم شوية وغادي نلسقهم على الحشيات ديال كيكا ديالي بهذا الطريقة هادي وغادي ندوز دابا باش نحضروا كريمة فبالنسبة للطبقة التانية غادي نحتاش فيها عندي نصف لتر من الحليب اللي وضعته في طنجرة وغادي نضيف عليه خمسين جرام من دقيق الناشا اي ميزنا ما يعادل ملعقتين كبيرتين ونصف كيف ما شاهدتم معايا كذلك غادي نضيف ملعقتين فقط من السكر ما تكتروا شيخوتي بزاف من السكر لاننا بقى غادي نحضروا طبقة الكراميل عندي هنا يا نكهة الموز اللي غادي نكه بها الكريمة ديالي كذلك إذا ما كانت شيء مصف رعي عندكم غادي تستغنوا عليها وتستبلوها بالسكر الفاني او الفاني السائلة غادي نحرك جميع المكونات وغادي ناخد طنجرة ديالي غادي نوضعها لنار متوسطة مع الاستمرار في التحريك تكتعقدنا الكريمة ديالنا فبالنسبة الاخوات اللي غادي سولوني واش يمكن نستبلو دقيق النشاء اي مايزينا بالكريمة باتيسير مستحضر الكريمة باتيسير اي كريمة الكاستر طبعا تقدروا تستبلو انشاء بكريمة باتيسير غادي تعملو نفس الكمية هتعملو 50 جرام من مستحضر الكريمة باتيسير ما يعادل ملعقتين ونصف سوف هنا بعد ما عقدتلي الكريمة ديالي ضفت ملعقة صغيرة من الزبدة ما يعادل 15 جرام هذا هو القوام ديال الكريمة اللي كان حصله عليه ده بغادي نطفيل على النار ومباشرة غادي نفرغ على الطبقة ديال الكيك نفس الطريقة غادي تعملو اذا استعملتو الكيك في مول عادي غادي تعملو فوق منه هادا الطبقة التانية ديال الكريمة ده بغادي نترك الكيك ديالي جانبا وغادي محضر طبقة ديال الكراميل اللي غادي نحتاج فيها خديت واحد طنجرة غادي نوضع فيها كأس الاروع من السكر الخاشين اي سكر سنداء ما يعادل 120 جرام خديت الطنجرة ديال اللي عملتها على نار متوسطة وغادي نترك ذلك السكر حتى يدوب ويرجع كراميل فهذا الأثناء عندي هنا يا كأس الاروع من الحليب بارد عادي غادي نضيف له ملعقة صغيرة مملوئة من دقيق النشاء اي مايزينا ما يعادل 10 جرامات فبالنسبة للنوع اللي كنستعمل انا وريتلكم الأخوات اللي عايشين هنا في اسبانيا كناخدوه من ميركادونا سافي وكندوه في هذيك الملعقة ديال اللي نشمع هذيك الحليب مزيان وغادي نتركوه جانبا وغادي نرجع ده بان السكر ديالي فأنا ما كنستعمل لا ملعقة لا تشي حاجة كيفما اذكرت معكم النار عندي متوسطة مخصص يتكون مهيلة تماما ومخصص يتكون مجهده ففي الأول كناخد طنجرة ديالي اولي الإناء اللي غادي نوضع فيه السكر وغادي نبدأ كم دا نعملوه هذه الحركات هذي كيفما كتشاهدوا معايا حتى كيكون عليني دوب تماما كيبقى وغي شوية ديال الحبيبات السكر عاد كناخد واحد ملعقة خشبية وكم دا نحرك يدبقى شي سكر كنرجعونه الوسط بشتهوكي دوب فكم دا نحرك حتى كنت دوب ذيك الزبدة وكتدخلنا مع ذيك السكر كيفما كتوضح لكم الصورة من بعد غادي نجيب ذيك الكأس إلا ربع ذيال الحليب اللي كنضيفت له ملعقة صغيرة من الناشا اي ميزيناء قبل ما نضيفه خوتي نعودوا نحركوا وغي واحد تحريكة خفيفة باش هده كنت هودت ديك نشاء القاعد ذيال الحليب تعاود تخلطنا مع الحليب وكم دا نضيفوه تدريجيا ما نضيفوه شي اخوتي دفعة واحدة بقى وضيفوه غير بشوية بشوية مع الاستمرار في التحريك باش ميتحجر لكم شي السكر ديالكم بزاف من اللي كتعملوه بهذا الطريقة هذي يعني كتوضيفوه غير بشوية بشوية فالسكر ديالكم مكيتحجر شي بزاف غير شوية وصف يعنتو ما شاهدتم معايا هنا نقص على النار وغادي مدان نستمر في التحرك حتى يرجع يدو بلي هاد السكر ما تخافوش يا اخوتي واختي تحجر لكم فما تخافوش ينقصوا العافية وبدو تحركوا تحركوا حتى يرجع يدو بديك السكر اللي تحجرنا وكان حصلوا على لوح الكريمة ديال كتوفي او لوح الكراميل اللي كي يجي رائع أخوتي اللي ديد بزاف صافي هذا هو القوام اللي غادي نكتافينا بهم بعد مدا بديك السكر تماما هنتو ما كانت تشاهدوا معايا ما بقى تلحت شي كتلة ديال السكر محجر غادي نطفي على النار وغادي نفرغ الكراميل ديالي او لهذا كريمة توفي في واحد الاناء وغادي نتركه جانبا غد فشوية عاد نزين بها الكيك ديالي فهنايا حضرت واحد جوج ديال الحبات ديال الموز يعني جوج ديال البنانات اللي قطعتهم على شكل دائري بحالة شكل هذا وغادي نزين بهم الكيك ديالي فوق ديك الطبقة ديال الكريمة وغادي نزين الكيك ديالي بطبقة من الكراميل او الطوفي اللي حضرت معاكم فهناك مباقي ما بردشي اه تماما ان شاء الله هدفالي شوية انتو ما كتشاهدوا معايا البخار اللي طلع منو فهو من اللي كيزيد يبرد كيزيد كيزيد يعقد كيزيد طبقة دياله وعقدة والديده ختي ما تشبعوشي منو سافي غادي نزين الكيك ديالي ونتركه تبردغي شوية عاد من بعد مقدمة بالصحة والعافية اه ضروري غادي نقطع معكم قطعة باش نشوفها من الداخل هاد الكيك انا اكيد اذا جربتوها غادي تصبح عنكم معتمدة اه الكاتجيل دي داخوتي ما تشبعوشي منها مكونات دياله جد بساطين كنظن ما ماكيش شي مكونات ليهما مكلفين جدا فهنايا ما بغيتش نسرعلكم الفيديو باش تشوفوا اه يعني الكيك كيفاش كتشيه الشيشة كل الطبقة غادي تبعلكم طبقة الكراميل من بعد ماكت تبرد معنا وكتعقد فهنتم ماكتشاهدوا معايا صفي الفيديو ديالي والوصة ديالي احتل هناي وغادي تكون ثالث نتمنى يا ربي الفيديو دليومي كنا اللي اعجب ديالكم ونا الاستحسان ديالكم اذا اعجبكم ما تنسوني شي كيفما العادة باللايكات ديالكم والتعليق الجميلة اللي كتركوا لي نضربكم موعد حتى الفيديو اللي نجي ان شاء الله تهلا وريف راسكم بزاف وبسلامة اشتركوا في القناة